حافظ على هويته مع إضافات شرقية متيرة جدا دوان ميستيريوز نايت أو ليل سحري خلينا نتكشف العطرة مع بعض مشاهدين الكرام السلام عليكم ومرحبا بكم وجددا في قانة مجيد فرقرينس لمراجعة وتقييم العطور ضيفنا هو عطرة دوان ليل سحري أو ميستيريوز نايت هذا الفلنكر الرائع من إصدارات عطور دوان أول إصدار كان في سنة 2009 على يدي العطار أولي ذي بولغ كان هو الآن في العطر السائغ لعطر دوان أتانا بنسخة الأودو دوالت وكان واحد من بين أفضل العطور الرجالية في العشر سنوات الأخيرة أو لعلى الخمسة عشر سنة الأخيرة عطر دوان الشي اللي خله ينجح هو توليفه لأكثر من رائعة لمحبوبة الجماهير إذن بعد ذلك شفنا الكثير من الإصدارات أبرزها عطر نسخة الأودو برفيوم التي أتت بأكبر تركيز من نسخة الأودو طوالات وأكثرها ثابات هذا العطر ليل سحري أو الميستيريوز نايت أصدر في سنة 2018 ويصنف على أنه عطر شرقي حار أو شرقي تابلي للرجال من بين نوطات المذكورة في هذا العطر هو الزعفران، الجريب فروت، الورد، العود، الميرامية، فيها أيضا في قاعدة العطر العنبر، الأخشاب، فيها أيضا اللابدانوم، وحبوبة الدونكا لما رشيت العطر في الوهل الأولى يعني مباشرة رح تحس بالـ DNA أو الحمض النووي اللي مشهور بيع عطر دون اللي آثى بنسخة الأودو طوالات ولكن إضافات شرقية واضحة جدا أول نوطة يعني اللي حسيت بها هي نوطة العنبر نوطة العنبر هنا لعب يعني يدور رئيسي جدا مع بعض التوابل بسبب وجود الزعفران أنا في الحقيقة يعني شممت رائحة زنجبيل مع أنها ليست مذكورة في العطر وثاني حاجة اللي واضحة كثير هي نوطة الورد الورد هنا لعب رئيسي لما تشم العطر يعني مباشرة رح تحس بدوان ولكن بنسخة أوريونطل نسخة شرقية تحس بجمالية الورد والعنبر ثالث حاجة اللي التقطتها يعني واضحة جدا هي نوطة العود يعني العطار هنا أضاف نوطة العود ولكن بطريقة خفيفة ليست ذلك العود الذي يخليك أنك تنفر من العطر نشوف أنه عطر يعني تحفى متوازن جدا الفروقات الموجودة بينه بين دوان نسخة الأوريونطولات لو نوصف لكم العطر العطر هذا الدسم دوان يعني نسخة الأوريونطولات عطر قمة في الجمالية الرائحة ولكن يعني هذا كأنه دسم دسم على دوان وبسبب هذه الرائحة يعني نشوف أنه العطر يليق إلا الأجواء الباردة جدا مثل الخريف والشتاء وينسب أكثر الأجواء الليلية يعني للناس اللي تحب تستعمل هذا العطر في الأيام العادية نصح به إلا للأجواء الليلية ولكن يعني نشوف أنه العطر يليق أكثر للأجواء الدينية الأجواء المناسبات مثل الأعياد يعني المناسبات الرسمية يعني يبدع أكثر هذا العطر اللمسات الشرقية اللي فيه تخليه أنه يكون جميل في هذه الأوقات أيضا لمست بعض الحلاوة في العطر لما تمر الافتتاح الحلاوة هذه نابعة من حبوب الطونكة الموجودة في قاعدة العطر يعني نشوف أنه عطر دوان لليل سحري دين اي موجود موجود عطر دوان دين اي يعني حاضر بقوة فيه لمسة خفيفة جدا من الطباكو مع أنها لست مدكورة في العطر ولكن مازال موجود ذلك طبع طباكو خفيف على أخشاب بالنسبة لفواحان وتبات العطر الفواحان أعطاني حوالي ساعتين إلى ثلاث ساعات فواحان هذه في الأجواء الباردة والليلية تبات العطر لحق معي إلى غاية يعني ست ساعات تبات بعد ذلك يصبح قريب من الجسم ولا يختفي يعني رح يبقى معك إلى غاية أنا أبقى معي إلى غاية 10-12 ساعة فوق الجلد ولكن يعني 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 ليس ليس فواح أكثر من واحد متر وسعر العطر يتراوح من من 80 دولار إلى غاية 100 دولار لمئة ملي نشوف أنه سعر يعني في متناول الجميع للناس اللي تستعمل هذا العطر عطر للناس اللي فوق 30 سنة رح يكون عليهم أحلى وأجمل لأنه عطر ناضج يليق للرجال هو يونيسكس يعني يقدر يستعينه طرف النساء إلا أنه يميل للرجال أكثر وهذه هي جمالية الليل سحري عطر دوان في أو بإضافات شرقية جميلة ومثيرة اشترك في القناة